السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كيكة روب لوكس. كيكة اولاد بجد في منتهى الجمال. كيكة بالتوبر. هنقول على تفاصيل وخطوات. ان شاء الله هتنفيزيها وتطلع معاك هناك حاجة تنتبه معايا الفيديو. وهنقول مع بعض كل التفاصيل. اول حاجة معانا انا هضرب هنا الكريمة. طبعا خبست الكيكة قبلها بيوم. عندي هنا كوبايتين من المياه السقعة. عليهم معلقتين من السكر. معلقتين من لبن بودر. وهبتدي ان انا ادوبهم في العجان. وهحط عليهم الكريمة بتاعتي. انا بستعمل اكواب المعيارية. دي عندي هنا نص كوب المعياري. بحط بيه الكريمة. حطيت كوبايتين كريمة على كوبايتين المياه. ومعلقتين سكر ومعلقتين لبن بودر. وهسيبهم في العجان بالشكل ده. الكيكة عندي مقاسة عشرين. اه في الصينية اللي احنا شفناها ده. والقالب اللي احنا شفناه كان مرتفع. قدت معايا كيكة مرتفعة جميلة. انا بحب ان انا اشعر الكيك. ازا لقيت الكيك الحواف بتاعته غمقة. لكن ازا الحواف بتاعته مش غمقة. آآ بسيب الكيك عادي جدا. هقطع عندي هنا بالمنشار اللي بيديني طبقات متساوية وجميلة جدا. لو عندك السكينة المشرشرة استعمليها عادي. هقول لك دلوقتي على الكيك مقداره كان قدي ايه. هنا انا رفعت المنشار شوي عشان مش ههضر في الطبقة الاخيرة من الوش الكيك. وابتديت ان انا آآ احط اول ديسك على الكعدة. الكيك زي ما قلنا عشرين. فانا جبت الديسك بتاعي مقاس اربعة عشرين. تثبت طبعا باول قطعة من الكريمة علشان خاطر تثبت معي الديسك الاول. وبعدين حطت الكيك وشربتها بالشربات الخفيف وضفت الكريمة وزعتها. والحشوة كانت شوكولاتة. الشوكولاتة بدوبها بمعلقتين زيت. علشان تبقى لينة معي وسهلة معي في التوزيع بالشكل ده. وطبقات الكيك لازم اسقيها بالشربات الخفيف. وقلنا قبل كده الشربات خفيف. يعني كوباية سكر على كوباية ونص مية يغلو غلوة. وبطف النار وبطيف عليهم رشة من البانيليا. آآ خلاص اخر ديسك معي برضو هشربه. هدي طبقة بسيطة للكيك من التغليف عشان تحبس لي الفوتات بتاعة الكيك. وهحطها في التلاجة وهنجهز مع بعض الطوبر. لما بكون عندي كيك عليها طوبر فبطبع الصورة والحاجات اللي انا عايزينها قبلها بيوم. وبقصها وبجهزها بسبتها بعصيان الشيش طوق. دي مجسمات الروب لوكس. بجيبها من آآ تطبيق. انا هسيبه لكم في آآ صندوق الوصف الاسم. علشان لو حابين تبحثوا عن اي اوتوبر انتو حابين تعملوا بي كيك. هسيبه لكم تقدروا تستعملوه بكل سهولة. آآ طباعة الصور على ورق كرتون من المكتبة. بيثبت معي وبيتحمل معي آآ اي حاجة. يعني لما بلزقها على الكريمة بتثبت معي. آآ جبت عندي طبعا الكريمة لما بركنها لازم ارجع اضرافها تاني. وبزت لما حضيف عليها لون آآ كان عندي شوية كريمة لونها ازرق فاضفتها على الكريمة اللي باقية. آآ طبعا شلت منها كريمة بيضة علشان انا كده كده هستعمل آآ آآ كريمة بيضة في كيكا تانية فانا مش عايزة مقدر لون ازرق كتير. فاضفتها عندي هنا اللون وابتديت ان انا اضربه عشان اوصل للدرجة اللي انا عايزها. الوان طعام جل من مستلزمة الحلويات. وبعد كده آآ بجلس بالشكل ده. هقولك على خطوة هنا بتاعي انا بصراحة بحب بستعمله بيعني ايدي اخدت على التوزيع بالشكل ده. لكن لو انتي اول مرة توزع كريمة على كيك ممكن تضيفها في كيس وتوزيعها هتطلع معيك سهلة جدا. انا اول ما ابتديت تماما في الشغل الكيك فكنت بوزع بالكيس. بس بعد كده اعتمدت الطريقة دي وكانت مريحة جدا معي. بوزع الكريمة بالشكل ده وهبتدي ان انا جلسها بالسكرابر واي نقط معي في الكيك او مناطق لقيتها منخفضة بقدر ان انا اضيف عليها. تعال نقول كلمة بس عن الكيك. الكيك ده كان مقاس عشرين زي ما قلنا. كان مقدار ربعمية وخمسين جرام سبونج على خمس بيضات. نص كوباية الا شوية من المية على معلقة محسن جل كبيرة. وكمان آآ رشع من البانيليا. ودربتهم في العجان من سبعة لعشر دقيق. الفرن بتاعي بيكون شغال على درجة حرارة مية وتمانين قبلها. وبدخلها الفرن بتقعد معي ساعة ساعة سوري. وبطلحها من الفرن واسيبها التاني يوم علشان تاخد راحتها وتكون بردت وما تطلعش معي في وطات. آآ طبعا هنا ابتديت ان انا آآ ادي طبقات للمناطق اللي كانت منخفضة في الكريمة وبوزحها بالشكل ده. هلف بالبورد وابتدي ان انا آآ آآ بالسكرابر بالشكل ده. حاجة كده بسيطة جدا. واي منطقة فيها نقص في الكريمة ببترضي ازودها بالشكل ده. هحط كمان على سطح الكيك خلاص انا كده ابتديت ان انا هفنش. فهحطها لسطح الكيك آآ الكريمة اللي هجلسها من فوق وهوزحها واي زوايد بقى هشيلها دلوقتي. آآ آآ يفضل ان الكيك نخبزه قبل بيوم علشان خاطر يطلع معي مرتاح ويساعدني وانا بقطع وانا بشتغل فيه. آآ الاسكرابر عندي هنا زي ما احنا شايفين بلف وبشيل انا الزوايد وبجلس السطح من فوق. وهرجع دلوقتي اخسل الاسكرابر التاني مية سخنة علشان خلاص ده الشكل النهائي للكريمة. الكريمة عندي او الكيك عندي لازم تكون ملساء ونعمة والحواف بتاعتها حدة وكويسة. لان ما فيهاش اي روزيتات ولا اي تغليف غير كده. فآآ السطح بتاعنا لازم يكون املس. شايفين لما غسلت السكرابر بيديني سطحة املس وممتاز جدا. الزوايد بتاعت الكريمة بقى اللي فوق دي بخدها من برة لجوه زي ما احنا شايفين. وبطلحها عندي على العجان عشان خطر الكريمة للزيادة دي انا كده كده هستعملها في كيكة تانية فمش ههضر فيها. غسلت السكرابر التاني بمية سخنة برضو. ونضيف معي زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اي قد السطح اللي فوق ده. آآ مسحة كده بسيطة. املس وناعم وجميل جدا. الكيكة حرفيا ما اخدتش في التجليس اي حاجة. آآ يترتب معي بقى على الكريمة. الكريمة از انا ركنتها فلازم اضربها تاني قبل ما اشتغل عشان خطر تدي معي سطحة املس وما يكونش فيك فقاعات الهواء. وكمان الكريمة لما تكون مقدار المية والكريمة مزبوط برضو بتتساعدني في الشغل. يعني الصيف غير الشتاء في ضرب الكريمة. بضرب مقداري بالزبط في الصيف. لكن في الشتاء لو زاد معي كريمة مش هيحصل لها اي حاجة. مسحت البورد بتاعي وهبتدي ان انا احط الشكل النهائي للكيك. آآ اتوبر طبعا زي ما قلنا الصناع وبجاهز التوبر ده قبلها بيوم. وبقص التوبر وبجاهزه. آآ ممكن انا اجهزه في نفسي اليوم. اوكي. بس على ورق كرتون حرفيا بيكون الشغل مريح جدا. سبتها على عصيان الشيشتة وك بالشمع وهسبتها على الكيك بالشكل ده. المجسمات بجد كانت شكلها حلوة قوي والعميلة لما طلبت من الكيك. فكانت منبهرة بشكل الكيك النهائي. آآ وطلبت كيك تاني برضو بس بانوتا. آآ ما صورتهاش صراحة. فكان كفاية ان انا كنت انازل الفيديو ده. بس ممكن نعملها بافكار كتير جدا. التطبيق اللي انا اخدت منه المجسمات الروب لوكس. هسيبه لكم فيه صندوق الوصف عشان خاطر تنزلوه عندكم على التليفون. تقدروا تنزلو منه اي شكل الكيك. واي فكرة الكيك ممكن تستعملوها آآ من التطبيق ده. عملت الشوكولاتة ورقم ستة عمر الولد. وآآ كان آآ بالشوكولاتة البيتة سيحتها على حمام بخار. آآ فانا هنا جيت استعمل بآ فكان مش مريح جدا ان انا اوزع الشوكولاتة على الكيك. طبعا شغلنا في البيت آآ بنخسل ايدنا وادنا امورها تمام الحمد الله. فأنا هنا وزعت بقى الشوكولاتة بالشكل ده. آآ عايز اقول لكم ان انا الشوكولاتة زي ما قلنا سيحناها على الحمام بخار كانت آآ شوكولاتة سادة آآ بيضة بدون زيت وبدون اي اضافات. آآ عملتها في المولدن وسبتها لما تمسكت وابتديت ان انا وزحها بالشكل ده. طبعا المجسمات التانية الروب لوكس قصتها برضو. هوزحها على الكيك آآ من الجوانب بالشكل ده برضو. آآ كان شكل الكيك حرفيا جميل جدا. الولد انبهر بيه وانبسط ومامته كمان كانت سعيدة جدا بشكل الكيك. ولما طلبت كيكة البنت فقالت يعني خلاص على زوئك. الالوان والشكل على زوئك. هنزل لكم فيديو آآ البنوتة كيكة البنوتة بس شورتس. انا ما صورتهاش فيديو كامل. الفكرة موجودة معنا واحنا نقدر نغير فيها. وزعت عندي المجسمات بالشكل ده. وهحط برضو سبرينك اللونو فضي على الكيك. وآآ الكيك ده طبعا عشان آآ الطوبر بتاعه مرتفع وعالي. فكانت الكارتونة وسياره عليه. آآ حطيت دعمات من العصيان الشيشتا وك في اركان الكيك آآ الكارتون. فقدتني آآ المساحة ان انا الطوبر من فوق ما يلمسش الغطا ويكون الكيك شكله حل ويواصل مزبوط جدا. آآ افكار كتير جدا من الكيك ان شاء الله هنزلها لكم. آآ اتمنى تقولولي رأيكم في الكومنتات وتجربوا الطريقة دي. ولو آآ صاحبة مشروع تقدر يتنسيلي الكيكة دي بجد الاولاد بيحبوا الالعاب دي. انا بصراحة بعشق انا الكيكات الكارتون الاولاد. فبينطلب مني كتير جدا الاشكال دي. وبحب ان انا عملها. آآ طبعا عندي بنات وبحبوا الالعاب دي. فبنفس الافكار دي اكن اولادي اللي بي بيطلبوها مني. جربي الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. آآ ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان في فيديوهات جديدة كتير جدا ان شاء الله هتنزل لكم. عسيقكم في رعاية انتوا زروني الفيديوات الجديدة. قطيب بلو سفات مانوة. باي باي. موسيقى